بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذا السؤال وردني عدة مرات وآخرها من أم قلبها يحترق على ابنها بسبب الميول الإلحادية التي بدأت تظهر عنده الحقيقة تقول هذه الأم وأنا أحببت أن أعرض هذه المشكلة لأنها بدأت تتكرر في الأون الأخيرة وبخاصة في هذا العصر حيث نجد أن هناك مواقع كثيرة تضخ كميات من المعلومات التي تهدف لتشويه صورة الإسلام فعندما تصادف هذه المعلومات شابا لم يقرأ شيئا عن الإسلام يتأثر بها ويبدأ بطرح أو إعادة طرح نفس الأسئلة التي يتلقاها ويظن أنها أسئلة منطقية وأنه لا إجابة عليها وبالتالي ليس هناك إله لهذا الكون هذه الأم تقول كان ابني متدينا وكان يحرص على أوقات الصلاة فبعدما اختلط بمجموعة من الناس أو بدأ يشاهد بعض الفيديوهات والحقيقة هذه الظاهرة تتكرر بخاصة بالنسبة لبعض المسلمين الذين ذهبوا واستقروا في دول غير إسلامية فبدأوا يعني يطلعون على ثقافة الإلحاد وبخاصة في الجامعات والمدارس وبدأوا يتأثرون بها بسبب عدم وجود شيء يعني شيء علمي لديهم أو ثقافة دينية لديهم الحقيقة أيها الأحبة أول شيء التدين ليس هو مجرد صلاة وعبادات وقراءة قرآن ومظهر خارجي أنا إذا أردت أن أعرف المتدين أقول لك كم هو مستوى الصدق لديه مع نفسه ومع الناس ومع الله كم مستوى الثقة لديه بالله عز وجل كم هي معرفته بالله عز وجل هذا هو التدين الحقيقي أما ممارسة بعض الشعائر والالتزام بسلوك محدد أو شكل محدد هذا جزء صغير من الدين أيها الأحبة يعني أثقل شيء في ميزان العبد كما قال حبيبكم عليه الصلاة والسلام ليس هو الصلاة ولا العبادات ولا اللباس ولا هذه الأشياء أثقل شيء هو حسن الخلق وحسن الخلق هو الصبر هو إكرام الناس أن تعفو عمن أساء إليك حسن الخلق هذا ليس له ميزان ولكن يوم القيامة يكون حسن الخلق أثقل شيء في ميزانك لأن الدين هو المعاملة بالنتيجة أيها الأحبة الآن أحبة في الله دعوني أحلل هذه المشكلة من جذورها لماذا يلحد بعض أبنائنا الشباب الذين يذهبون للغرب أو يتأثرون عن طريق الإنترنت أول شيء أيها الأحبة أن الملحدين يطرحون شبهات لا وجود لها على أرض الواقع لأن أي شبهة يطرحها لها وجود على الأرض الواقع أستطيع أن ألمسها كل إنسان يستطيع أن يميز الخير من الشر والحق من الباطل ولكن يعودون لشبهات غير موجودة اليوم ولا نستطيع لمسها ولا نستطيع رؤيتها ويقول لك هذا هو الإسلام سأعطيك مثال على ذلك أحد الملحدين الذين تركوا الإسلام عمل مجموعة من الفيديوهات يقول إن الإسلام هو الصناعة بشرية وأن هناك آيات لا يعقل أن تكون من عند الله ثم يستشهد ببعض الروايات والأحاديث والآيات القرآنية أول ما يطرحه موضوع ملك اليمين طيب موضوع ملك اليمين اليوم غير موجود أنا كباحث علمي كيف أستطيع أن أجزم بأن هذا النظام سيء وله مساوئ وله مشاكل مثلا ينشر الأمراض ينشر الفقر ينشر كذا يهين المرأة غير موجود النظام كيف أنا ألمس هذا الموضوع يأتيك بآيات قرآنية طبقت على مدى مئات السنين ولم يكن فيها مشكلة ويقول لك إن الإسلام يهين المرأة أن جعلها يعني تعاشر مثلا هذا الرجل بالقوة لأنها ملك يمين وهذا الكلام مفهوم خاطئ طبعا لا يوجد في الإسلام شيء بالقوة في الإسلام لدينا لا يوجد إكراء يعني أنت لا تستطيع أن تكره أحدا على فعل شيء النبي عليه الصلاة والسلام آخر ما نطق به وهو يعني يحتضر بين يدي الله تعالى اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم يوصيهم أن يتقوا الله في ملك اليمين هذا يعني أنت لديك عبد ممنوع أن تؤذيه شرعا أنت لديك ملك يمين ممنوع أن تجبرها على شيء أو تؤذيها حتى إذا يعني موضوع النكاح يجب أن يكون فيه اتفاق وفيه يعني رضا وفيه يعني له شروط طويلة ليست قضية ولكن أنا لا أستطيع أن أثبت لكم أن ملك اليمين شيء مضر أو شيء مفيد لأنه أصلا غير موجود فأنت تطرح قضية غير موجودة يتحدث أو يتحدث الملحدون عن السبي يقول لك إن الإسلام يذهب إلى أناس آمنين فيقتلهم ويأخذ نساءهم وأموالهم كذا كذا يا أخي هذه الصورة غير موجودة واليوم غير موجودة أنا لا أستطيع أن أراها فكيف أنتقد دينا عظيما مثل الإسلام على شيء أنا لا أراها أنت تثير شبهات أنا لا أعرفها ولا أراها موجودة فقط في كتب التاريخ السبي أصلا غير موجود في القرآن كلمة السبي غير موجودة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكره أحدا على شيء مثلا يتحدثون عن أن النبي قتل أخو صفية رضي الله عنها زوجة النبي وقتل أباها وقتل كذا وأخذها وأكرهها على الزواج وكذا طيب هذا الكلام غير صحيح لو كان صحيحا لماذا لم ترتد عن الإسلام بعد ذلك لماذا لم تكفر بهذا النبي بعد ذلك السيدة صفية أخذت أو تزوجت نبي صفية رضي الله عنها بكامل رضاها وكامل رغبتها وكانت سعيدة جدا وكان من أحب الناس إلى قلبها يعني أنت تأخذ ما يعجبك من كتب السيرة وتترك الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم والأحاديث التي صححها العلماء تتركها ثم تأخذ أشياء من كتب السيرة ومعظمها غير صحيح لأننا نعلم كتب التاريخ معظمها غير صحيح كتب السيرة فيها أشياء كثيرة غير صحيحة ليس لها سند يعني طيب تقول النبي قتل مئات اليهود من بني قريضة بدم بارد طيب من أخبرك ذلك نحن لدينا البخاري ومسلم والأحاديث صحيحة لا يوجد هذا الكلام هناك بعض الروايات ولكن هذه الروايات يعني لها تفسيرات مختلفة ثم أنا هذه الحادثة اليوم لا أستطيع أن أراها لا أستطيع أن أشاهد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالفعل قتل أو لم يقتل ثم ظروف المعركة لا أعرفها أنا أنا تأتيني بعض الروايات شذرات من هنا وهنا اليوم أيها الأحبة اليوم ونحن في القرن الحادي والعشرين إذا حدث انفجار في منطقة معينة ونراه بأعيننا على شاشات تلفزيون بعد عشرين سنة بعد عشرين سنة لا يعلمون من الذي قام بالانفجار وما هو هدفه وكل جهة تقول ما يعني يبرر مصالحها إذا كنا في عصر المعلوماتية لا نستطيع أن نعرف بالضبط ما الذي يحدث طيب أنت تجزم أنه من 1400 سنة حصل كذا وكذا 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 الصحابة اقتتلوا مع بعضهم هذا الكلام أيها الأحبة أنا أشك فيه أشك أن مؤمنا يقتل مؤمنا لأن الله تبارك وتعالى قال دققوا معي وما كان لمؤمنا أن يقتل مؤمنا إلا خطأا لا يمكن لأي مؤمن أن يقتل مؤمن إلا عن طريق الخطأ هذا نص إلهي قانون إلهي ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا طيب كيف أن الصحابة قتلوا بعضهم أين الدية كتب التاريخ لا تذكر دية أين الرقبة التحرير رقبة مؤمنة لا يوجد طيب أنت كيف تجزم أن مؤمن يقتل مؤمن عمدا ضمن معركة وبالسيف قد يحدث بعض المشاكل وانطائفتان من المؤمنين يقتلوا قد تحدث أشياء بسيطة ولكن كتب التاريخ تضخم هذه الأحداث وتظهر لك وكأن المسلمين أفنوا بعضهم بعضا معلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إذا التقى المؤمنان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا عرفنا القاتل فما بالمقتول يا رسول الله قال كان حريصا على قتل صاحبه أو أخي إذن أيها الأحبة هناك الكثير والكثير والكثير من الروايات غير الصحيحة في كتب التاريخ يأتي بها هؤلاء الملحدون ويقذفون بها عبر مواقع الإنترنت وعبر اليوتيوب وغير ذلك يتلقفها بعض الشباب الذي ليس لديه خبرة فيقول لك هذا ليس من الإسلام وهذا ليس لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أرضى بنبي يفعل ذلك يقتل الناس وكذا طيب يا أخي دعنا نكون منطقيين هل رأيتم ملحدا يتحدث لماذا حرم الإسلام الخمر لا نشاهد أبدا أحد الملحدين يعني تحدث بغباء ذات مرة وقال إن النبي كان يسكر وكان كذا ويشرب الخمر وعندما سكر وبدأ يعني يتكلم بكلام سيء وأفاق يعني استيقظ بعد ذلك وحرم الخمر يعني رواية غبية جدا طيب هل رأيتم ملحدا يتحدث عن عظمة الإسلام عندما حرم الخمر وثبت فعلا أنه يجب أن يتم تحريم الخمر هل رأيتم ملحدا يتحدث أن الإسلام حرم الزنا تحريما قطعيا وحرم حتى مجرد نظر إلى النساء لماذا لا يتحدثون عن ذلك لأن هذه التعاليم لها فوائد نستطيع أن نراها اليوم لماذا لا يتحدثون عن أسرار الطهارة في الإسلام الطهارة نصف الإيمان أيها الأحبة في ديننا الحنيف ديننا قائم على الطهارة لم أرى ملحدا ينتقد الطهارة في الإسلام لماذا؟ لأنه لن يقتنع معه أحد الطب الوقائي وعلماء الطب يقولون أن النظافة الشخصية والطهارة مهمة جدا للوقاية من كثير من الأمراض ومهمة في السعادة أيضا هناك أبحاث نفسية طيب لماذا لا تتحدثون عن الطهارة وأسرارها في القرآن وفي السنة المطهرة طيب النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إلى الحيوانات والنباتات نهى عن حرق الشجر نهى عن إيذاء الآخرين أمرنا ببر الوالدين أمرنا بالإحسان للفقرة أمرنا بالإحسان للوالدين أمرنا بأن تكرم جارك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره قلنا ذات مرة هناك بحث يقول إن الجار السيء يمكن أن يسبب لك نوبة قلبية إذا كان لديك جار سيء في قريب منك التوتر النفسي يمكن أن يسرع حدوث جلطة أو نوبة قلبية لديك بسبب مشاكل والتوتر القلبي وأن الجار الجيد والطيب والذو الأخلاق الحسنة يمكن أن يطيل عمرك على فكرة هذا بحث علمي أيها الأحبة طب النبي عندما أمر بالإحسان للجار حتى ظن ظن النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما أوصاه جبريل بالجار أنه سيورثه لماذا لا تتحدثون عن ذلك طب لماذا تأخذني إلى أحداث السبي والقتل وكلها أنا لم أشاهدها وليس لها أثر اليوم ما هو تأثيرها على حياتي أنا اليوم أنا اليوم عندما تأمرني بالإحسان للجار هذا له أثر على حياتي اليوم عندما تأمرني أن أحب لأخي ما أحب لنفسي هذا له أثر على حياتي الشخصية اليومية عندما تنهاني عن الخمر والفاحشة والشذوذ الجنسي والنظر إلى النساء عندما ينهاني القرآن عن النميمة أن أتحدث بسوء عن أي شخص عندما يأمرني فيقول اجي تانبوا كثيرا من الظن لماذا لا يتناول ملحدون هذه التعاليم الرائع ما الذي يهمني أنا من تاريخ عمره 1400 سنة أنا يعني كما يقول هذا الملحد أنا لا أؤمن بنبي يقتل وكذا كذا أو صاحب سلطة يموت ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعا من شعير يعني على كيس شعير هل يعقل هذا يا رجل يعني الله أعطانا عقل لماذا لا يذكرون هذا الحديث في البخاري طيب هل هذا الرجل العظيم محمد صلى الله عليه وسلم الذي تقولون كان متكبرا واستفاد ماديا وكذا 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 ونساء وكذا طيب لماذا كان يأمر سيدنا أبا ذر أن يتقرب من المساكين وأن يدنو منهم لماذا كان معظم وقته صائما هل رأيتم ديكتاتور يصوم أنا لم أرى في حياتي ديكتاتور يصوم ولا يوم واحد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر رمضان ثم يتبعه ستة من شوال وكان يصوم الأيام البيض الثلاثة وكان يصوم الاثنين والخميس وكان أوقات يصوم حتى تظن أنه لا يفتر طيب كثرة الصيام على ماذا تدول تدول على الزهد في الدنيا لا تدول على إنسان متسلط يعني بالمنطق الله أعطانا عقل أنت كملحد تقول إن النبي استفاد من دعوته في جمع المال والخمس وغير ذلك وكذا طيب هذا الخمس كم تجمع لديه يعني تجمع لديه مليارات مثلا مات النبي عليه الصلاة والسلام وليس معه شيء ودرعه مرهونة عند يهودي وعلى ماذا رهنها على كيس الشعير ليأكل منه مع للم أن بيت مال المسلمين موجود فيه مال والصحابة فيهم أغنياء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بأنه لا يريد أن يأخذ من بيت المال شيئا لنفسه وهذا الدرع لا يستفيد منه شيئا فقرر أن يضعه عند ذلك اليهودي ليقول لك أولا كنوع من الإحسان للناس والشيء الثاني يقول لك أنا لا أريد هذه الدنيا طيب هذا النبي الذي كان يجلس على حصير كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه يعني هل هناك ديكتاتور يقوم الليل هل سمعتم بذلك من الذي كان يجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء والمساكين والضعفاء طيب لماذا يقول يعني اطلعت في الجنة فوجدت أكثر أهلها من الفقراء لماذا يعني رجل متسلط شهواني كما يقولون يعني تعابير غريبة يحب النساء يحب الكذا كان من الممكن أن يقول إن الجنة أكثر أهلها من الأغنياء ليكسب ود هؤلاء الأغنياء يعني تحدثوا بكلام منطقي لذلك أيها الأحبة أنا أقول لأبنائنا أحبتنا الشباب إذا أردت أن تشاهد هذه المقاطع الخاصة بالملحدين لا مشكلة ولكن قبل ذلك افتح القرآن وقرأ اقرأ من القرآن مباشرة من دون يعني لا تعتمد على فلان ولا فلان كلمة سيف لم تذكر ولا مرة في القرآن لا يوجد كلمة سيف في القرآن آيات القتال محدودة جدا وهي في مجال الحروب ومجال الحياة العسكرية ليست في مجال الحياة المدنية تفتح القرآن تقرأ لا اكراها في الدين تقرأ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر تقرأ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة تقرأ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا تقرأ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم طيب نبي يحب المال والنساء والكذا أو رجل أنت لا تعترفون أنه نبي رجل يحب المال والكذا يبضي حياته يدعو إلى الله يعني بالمنطق سلوك الإنسان أيها الأحبة الأملاك التي يتركها وراءه نوعية الناس المحيطين به كل هذا يحدد شخصية ويعني ما يعتقده هذا الإنسان ويحدد سلوك هذا الإنسان تجد أن الآل الغني مثلا الذي يحب المال تجده مع الأغنية الذي يحب النساء تجده يعني هل رأيتم شخص يحب النساء مثلا ويمضي حياته كلها مع النساء ثم يحرم النظر إلى النساء طيب يد النبي الحديث الذي يقول أن يد النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي لم تمس يده يد امرأة لا تحل له أبدا حتى مس لم ينظر إلى امرأة لا تحل له هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم طيب كيف تقولون ذلك إذن أيها الأحبة نحن بحاجة بالنسبة للشباب الذين يتساءلون والشباب الذين يعني هم على أبواب الإلحاد فقط شغل عقلك افتح القرآن اقرأ هذه الآيات لا تلتفت لآية يلتقطها الملحد ثم يفسرها خطأا اقرأ القرآن بنفسك وتعمق في هذا الكتاب العظيم والجأ إلى الله عز وجل وقل يا رب اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم وكان هذا دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة يعني هناك كلام كثير يمكن أن نقوله ولكن أكتفي بهذا القدر أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم وأعيد عليكم هذا الدعاء أرجو بكل أخ أو أخت مؤمنة أن يدعو الله بهذا الدعاء أن يقول اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم والحمد لله رب العالم